قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى أبناء وأسرة وعائلة آل علي في وفاة المغفور له علي جاسم آل علي وذلك بمجلس عود الطاير بمنطقة الإسلمة في أم القوين كما قدم واجب العزاء إلى جانب سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وسعادة عبد الله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة في ديوان الحاكم وأعرب سمو ولي عهد عجمان خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه السبرا والسلوان